في أقل من أسبوع تم تسجيل 25 حالة مصابة بمرضة الالتهاب الكابيدي صنف ألف ببلدية ميزار حيث تم تأكيد العدوى في 15 شخص معظمهم أطفال من قرية بربر وحسب فرقة الوقاية الصحية التي قامت بالتشخيص رجحت سبب العدوى لتلوث مياه لنبيع طبيعية التي يستعملها سكون القرية في تنقلنا لقرية بربر وجدنا السكون لا زالوا يستعملون من أهلية نبيع طبيعية مستبعدين أن يكون سبب العدوى لتلوث المياه هل أن أريد أن يكون يرتدي في أجل المزيدين؟ أنهم لا مرتقلون بالتجميع هناك سبب العدوى لأجل البقاية والأجل البحركة التي يسمعها بفرقصة السبب المنشفة بلتأكيد لا شيء إذا كنت أرى الانتشاق صباح من أجل اليوم رغم الإجراءات الوقائية التي قامت بها السلطات المحلية لكن سرعة تنقل العدوى تستلزم تدخل السلطات العليا لإيجاد السبب الفعلي لهذا المرضى الذي أصبح يخوف السكوان